السلام عليكم الحبيب تعالوكم النهاردة على فكرة بقى البنبار. البنبار ده من الاكلات اللي ما ينفعش اصلا تتاكل من ايه لحد ولا تتاكل برا. انا انا ده انا درقتي انا بحب اعمل حاجتي بايداية بالذات نطف للحاجات دي. اهم حاجة شوف الحاجات دي لازم انتف ازاي عشان طعف تتليها بنفس مفتوحة. انا بجيب البنبار بجيب الطاقة بتاع البنبار ذات نفسها طبعا صغيرة جموسة. احسن حاجة طبعا البنبار المحامل الجموسة الصغيرة. بجيبه قلبها تحت الحنفية وبعد كده بجيب الطاعة بتاعتي بضهر السكينة. وقطع وحق واحدة 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 وارجع تاني يقلوه من جديد. اخسله بقى بالملح والخل واللمون. وادعت في ادعاك واسوبه شوية كده ياكل كمان لو في حاجة كمان يعني راحت من تحت ايدي تروح معايا. وابتدي ان انا احطه تحت الحنفية تاني وقلوه بتاني من جديد على وش بتاعه. وهنقعه برضه بشوية ما بخل واللمون عشان الظفارة تماما وشوية لو فيه شوية الكربوناتو اللي هو البيكينباودر اه او البيكينباودر بيخلي كمان مفيش اي راحة اي حاجة فيه نهائي. وسيجبه يتغسل ويتصفه تماما ويبقى زي الفل. وبعد كده بتيدي اعمل خلطة اللي هي خلطة البومبار بتاعتي اللي هي بصلة نية متقطعة متخرطة رفيع. خضرة متقطعة كتير. اه فلفل احاد فلفل حراء فلفل متقطع. رومي فلفل حرقش رطيطة اللي انت عايزها حسب ما انت دي رغبتك. وطماطم متعصجة نشفة. اهم حاجة طماطم متعصجة نشفة. وشوية زيت ومعلقتين سمنة على زيت طبعا يعني انا نص كبات بحط نص كبات سمنة على الزيت. الاتنين اختاريت مع بعض. وملح وفلفل وشوية بابريكة وشوية كمون. والتقليب كل الخليط ده ببعضه قوي او ده عكيب بعضه. وبتيدي تحشي. وتبططي اللي ما تمليش البنبار قوي منك عشان ما تبقاش مكتومة وما تستويش منك بسرعة في السواء. وماية على النار بتغلي جدا. الحال اللي بتحط وحطه على لوري وملح وشوية فلفل اصمر وحباتين حبهان. وماية بتغلي على النار منك لازم تكون بتغلي جدا. وتحطي البنبار فيها هيجيله يعني اتمزك على طول كده اللي عنه بتاعي تقفل. والسبيل لما يستوي وتطمين على السواء والطوة بتدي تسويه. وبياخد بالضبط معاك في السواء بتاع ربع ساعة عشان ييطارها من السواء معاك. وابتدي ان انا بطلعه برده خالص سامن وبتعي يحمره في الزيت. خلطة سهلة. اما حاجة معانا انا عمنا كنت حطى خلطة آآ خريسة شطة لان فيه نازة عندي بحبومة شطة. زي ما انت شافين كده طريته سهلة وانا من عشاء البنبار بس من ايدي. بنيت حد ما ما اطمنوش. انا دايما بحب الحاجة دي بالذات من من الاكلات بالذات اللي انا احب اعملها وانا اضافها بادي. ان الاكلات دي بالذات بتحب نضافة يعني عميقة شوية. فاشوفوا الفيديو وقولوا رأيكم فيه ايه ورب تقولوا ليه رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته. 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 ترجمة نانسي قنقر